إيجابي بالسلبي يعني كم مقال أو تحقيق أو خبر يساند الهيئة ويعطيها صورة مشرقة أمام الجمهور وكم مقال وكم خبر وكم كذا يسيء أو يعني يقلل من سمعة الهيئة أنا سويت مرة إحصائية على مدى شهر وجدت أصلا صفر يعني دائما يعني يمكن طول السنة لو عممت قلت حق الشهر وجدت لا يتعدى واحد في المياه هو الذي اللي يكتباتك بالضبط يعني أنا بالحالي أنا لحظة أنا ويمكن ثلاثة أربعة في الجرائد هم اللي يكتبون عن حقيقة ما يدور في الهيئة عن حقيقة يعني مبعى موقف لا مبعى موقف عن الحقائق القائمة وأيضا يعني أنتم اللي تكتبون عن الحقائق والباقي كلهم مزيد لا 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 يكتبون عن الهيئة أصلا في كثير لا يكتبون عن الهيئة يعني لا تعنيهم يعني كل واحد كل كاتب لها اتجاه أنا عندي اتجاه الاجتماعي الفكري فيه ناس عندما اتجاه رياضي فيه ناس عندما اتجاه اقتصادي ممكن لهم يحكون على الهيئة ولا ما يحكون على الهيئة اكتشفت انه حوالي 99% تساند الهيئة او تقدم صورة ايجابية 1% ينتقد الهيئة ومع ذلك الهيئة ضاجة ترف ليش؟ لين تعودوا عبر تاريخ متطويل انهم يفعلون اي شي دون ان ينتقدون وبالتالي انت الان لو عمرك ما احد جاك قال لك وش بلاك تسوي كذا خمس سنين ست سنين لو يجي واحد يقول تعتبره عدو وتعتبره وين وهذا ضخم القضايا لان لم تتعود على ذلك انا اعتقد ان الهيئة يجب ان تتعود على سماع النقد حتى تتدرب اذانهم وتتدرب على انعكاس النقد على اداءهم ايضا الميداني لكن على فكرة كل هذا لم يجدين حال طيب خلينا ننتقل الى قصة اخرى كتبت قبل فترة عن مهرجان السينما كتبت اكثر من مقال عن السينما قلت مثلا مهرجان الدمام يواجه مشكلة في استخراج الفيز ويشترط على الفنانات المشاركات استحاب محرم وهذان الامران يحتاجان الى تدبير مسبقة الا اذا تم استقدام الفنانين والفنانات على فيه السواويق وشغلات ففي هذه الحالة لن تقصر وزارة العمل على اساس ان الدكتور غازل قصيبي له سوابق اعمال تلفزيونية ويتفهم المشاكل المتعلقة بالابداع المرء من الصعب ايضا على الصحفيين تغطية مهرجانين في وقت واحد معظم الصحفيين العالميين يحبذون يحضور الشخصي والوقوف على الحدث بخلاف الصحفي السعودي الذي يأخذ الخبر بالتليفون انت تنتقد هنا مهرجان السينما وزارة العمل والنظام الذي يشترط على المرأة الدخول بمحرم والصحفي السعودي الذي تعتبره من الذي عاجب عبدالبخيد انا انتقد كل شيء انا لو تشوف انتقد التأمينات انتقد الدفاع المدني انتقد المرور انتقد كاتب منتقد يعني انت هذا طبيعة عملك طبيعة عملك كثيفة الكاتب ان ينتقد لا يعبر عن نبض الشارع يعبر عن الناس ايضا ويطرح رؤى يعني مجرد الله هذا مو بزين ايضا يطرح رؤى طبعا مو بيطرح مقترحات ولكن رؤية يعني في فرق بين الثنتين يعني انا عاجي يقول الهيئة الهيئة تسبب يسوي كذا كذا ما اقول والله يجب تدريبهم هذا مو بشغلي هذا شغلهم هم جميل فيما يتعلق بموضوع السينما كتبت ايضا انه عندما تقرر الجهة المعنية لنقل وزارة الثقاف والإعلام اقامة مهرجان سينما يجتمع فيه محب هذا الفن من الذي يغضب ويعترض ويتوتر عندما ترى الجهات المعنية ان ظروف المرة تحتاج السفر والسكن بدون مرح من الذي يعترض ويركض ذات اليمين وذات الشمال واليمين لتعطيل هذا القرار عندما تقرر احدى البلديات امانة مدينة رياض مثلا اقامة مسرحية والعاب سحرية ومهرجان غناء شعبي او استعراضات سيرك من الذي يعترض ويكتب في الصحف ويكاد ان يستخدم يده ليقاف هذه العروض ومنها من الذي خلق من هذه التسالي والامور التافئة قضايا خطيرة نعم انت تريد ان تصل الى يعني هذا ضمن عدائك للتيار الدين لا ما في عداء ليش تفهم عداء هو العملية بالعكس هم يعتقدون انه لنمارس عداء بينما احنا يعني انا طبعا نتكلم عن نفسي لا يوجد عداء هو تحييد يعني انت تمتلك حقك في الرفض كيف ولكن لا تمتلك تطبيق هذا الرفض انك تراكض وهنا وذا انت تقول الله ما اروح للسينما لا تروح اذا وجدت السينما او تيح المرأة مثلا السياقة او شيء من هذا القبيل انت لا تروح ما احد ملزمك ما احد ملزمك تسوق بنتك لكن لا تمنع عني حقوقي هذه هذه حقوق يعني انا بدل ما اروح للبحرين او لدبي او كذا تفرج على السينما ما لك حق انتمنعني رح ادفع لي عشر تلاف ريال عشان يتفرج على بعشرين ريال يعني انت تؤيد يقامة السينما ما في نقاش يعني وش فيها وش فيها متعة عندهم القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة يشوفوا فيها الشق والبعج وجون يمنعون السينوة يا اللهي اخينا من اغرب الناس هذولا بالعكس ان الشباب الان الذين يقعدون في الاستراحات اللي تسكعوا في الاستراحات وعندهم الكروت حق التشفير وما التشفير هذه كارثة لن نحس بها الا في المستقبل القريب عندما نشوف كيف الوضع والسينما تحل هالمشكلة السينما تحل جزء من هذه المشكلة بعد ان الشباب بمدل ما يروحوا تسكعون ذاو يشغلون بالمشفرة تفرجوا على فلام حقيقية سينمائية على فيلم فيلم زي العراب وزي من يعارف الافلام الروائية العظيمة فهذا متعة وتسلية وحماية للشباب من تفرج على هذه القناة قبل سابع قليلا بدأ عرض فيلم اول فيلم تقريبا سعودي وفيلم من ناحي هناك مطالبات شعبية اوقفت عرض الفيلم في الطائف في الوقت الذي عرض فيه في جدة الا ترى انه المجتمع لا يريد وانتم تريدون ان تفرضوا على المجتمع مزاجا سؤال في محلة من اللي راح يتفرج على السينما من اللي تزاحم عليها مو بهم المجتمع في مجتمع ثاني ما في مجتمع ثاني هو نفس المجتمع اللي راح يتزاحم على السينما هو الذي يدعون انه هو الذي يرفض ما يتزاحم على السينما؟ يتزاحم يتفرجون يعني يروح للطايف او جدة سبع ايام الصالات فل وينجوا ذلك من خارج المملكة يتفرجون على المناحي ويرجعون والمجتمع السعودي يرفض اللي يرفض هم نفس الفئة اللي قلنا أشرت إليه قبل شوي هم اللي يرفضون السينما يرفضون السواقة يرفضون ما خلوا شيء ما يرفضون سواقة الحريم تقصد الفئة المتشددة المتشددة اللي أنت تسميها المتشددة ايوه هم عدد محدود ولكن عندهم ضجيج هائل يروحون ممكن يسووا شيء بيديهم ممكن كذا فالحكومة تكف شرهم يعني يلا نسكروا خلنا نفتك فهمت كيف؟ هذا السبب ولذلك أوقف العرض من ناحية في الطرف أعتقد هذا السبب يعني رضوخا عند مطالب شعب مطالب هؤلاء المتشددين وليس المجتمع المجتمع هو الذي عبأ الصالة هذا هو المجتمع وهو اللي طالب ومجتمع هو الخمسين ألف حديثنا عبأ الوقت ولازم أقف مع فاصل قصير مع ليس سمح فاصل قصير أيها الأخوة نعود بعدها لمواصلة حوارنا مع الكاتب السعودي عبدالله وبخيد في إضاءات فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر